ويمكن إحنا عندنا نموذج النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنه ونسبة أن حريك قلت في المقدمة هل الحب ده بيبقى موجود علشان الحياة تستمر بشكل أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم قال على السيدة خديجة إني قد رزقت حبها فالحب ده الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه طيب إيه معيار أو إيه الحاجات اللي خلت السيدة خديجة تحظى بهذه المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين خزلني الناس فإذا الحب والمواد والرحمة دي مش حاجة تلقائية ولا حاجة بتبقى باستجية لا ده بتحتاج مجهود طيب الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل ازاي بقى مع عطائها بهذا الشكل يعني اللي هو إن هي نصاريته وإن هي صدقته وإن هي آمنت بي وإن هي فضليته وإنها عملت ده كله في حياتها كان مراعيها جدا وكان بيراعي أموالها وكان بالنسباله هي الأمان وهي السكن وهي المأمن ولما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها إيه هو خايف جاري إلى السيدة خديجة رضي الله عنها ويقول زملوني زملوني طب هي تعاملت مع الموقف ازاي بدأت تتصرف بطبيعة أنثوية رقية إن هي ما بتقولوش انت بس بتلاقيك شوية نمي وهتصحى تبقى كويس لا قعدت تتصرف بفلسفة أنها تعلمنا وتعلم الستات وتعلم الأجيال كيف يكون التصرف وكيف تكون الأنثة الرقية فبدأت تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم مش بجمل عادية لا كلامها نفسه يدرس فقالت له كل لا والله لن يخذيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتطعم الكل وتغيث الملهوف وتعينه على نواقب الضهر إذن الحاجات اللي هي قالتها له دي دا مش مجرد كلام دي هي شايفاء كده دي نظرتها ليه دا احترامها ليه إن هي شايفاء إنسان إيجابي شايفاء إنسان ليه دور في المجتمع بتمدحه بده بتثق فيه وبتقوله إن الحاجات الحلوة اللي أنت عملتها ربنا سبحانه وتعالى لن يغفلها لك وإن هو شايفك عليها وبتطمنه بإيجابياته بحسن صفاته وعلشان كده موقفها دا لقى قبول عند النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم فضلت السيدة خديجة بالنسباله يعني آيكونة آيكونة المحبة والكلام دا وهي عايشة وشوف دا إن هو جري لها والأمانها وحتى بعد وفاتها ويمكن كلنا نعرف إن العام اللي توفيت فيه السيدة خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دا كان حزن فيه حزنا شديدا حتى سمي عام الحزن والأكتر من كده إنه هو ظل يعني يكرمها ويكرم سيرتها ويكرم أقاربها وأصدقائها ولما كانت تدخل عليه السيدة هالة كان يعني يهش ويبش ويفرح لمقدمها وكان يقولني دا كانت تأتينا زمانة خديجة فجعل علاقته بيها ممتدة أبدا الظهر